هذا وكانت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عهل البلاد المفادة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله في مقدمة مستقبلي السيدة انتصار عامر قرينة فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح سيسي لدى وصولها إلى البلاد مساء اليوم في زيارة للمملكة وقد رحبت صاحبة السمو الملكي بزيارة قرينة فخامة رئيس جمهورية مصر العربية متمنية لضيفة البلاد طيبة الإقامة وعربت سموها عن اعتزازها الكبير بما يشمع مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة من علاقات طيبة ووطيدة وما تشهده هذه العلاقات الأخوية من تقدم وتطور مستمر في إطار التواصل القائم بين البلدين وشعبيهم الشقيقين من جانبها قدمت قرينة فخامة رئيس جمهورية مصر العربية جزيلة شكرها وتقديرها لصاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة على حفوة الاستقبال وكرم الضيافة معتبرة هذه الزيارة فرصة طيبة للتواصل بين بلدين شقيقين تجمعهما الكثير من الروابط التاريخية التي تعزز علاقات الأخوة وأوجه التعاون وتفتح آفاقا جديدة بينهما كما كان في الاستقبال عدد من سيدات العائلة الملكة الكريمة وحرم معالي وزير الخارجية وسعادة سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة والسيدة حرمه